بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الباحث خالد من سعود الحليبي إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن استعراض عام لوظاف وتركيب بعض العضيات الخلوية واخترنا موضوع بسيط جدا عن الأحداب عضيات الأحداب أيضا التركيب للأحداب طبعا توجد في عدد محدود من الخلايا وهي عبارة عن برزات من جدار الخلية وتحتوي على مواد خاصة فيها وطبعا وظيفة الأحداب عبارة عن مادة تدفع للأمام وتوجد بوجه عام على جدار خلايا معينة هذه المادة قادرة على أنها تحرك الخلية وتدفعها إلى الأمام وأن ضريق الأحداب الحركية والإنتاجية لهذه المادة وأتمنى أنكم استفدتوا من هذا الدرس وفهمتم مفهوم الأحداب في الخلايا كان معكم الباحث خالق من السعود الحليبي وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم اشتركوا في القناة